قواتنا الباسل الامنة والاستقرار الى معظم مناطق جوبر بدمشق وهي المواصلات وثكنة الموسيقى والمسالخ والافران ومعمل الصابون ودوار البولمن وسيريتل ومحيطها و75% من دوار المناشر بعد ان قضت على العديد من افراد المجموعات الارهابية ودمرت اسلحتها ومعداتها وقضت وحدات من جيشنا الباسل على اعداد من الارهابين في برزة وعدر البلد ودومة والزبدان بريف دمشق ودمرت اسلحتهم عرف منهم محمد قناص وردوان محروس وعلي علاء الدين وعاصم الخوص ودمر جيشنا الباسل اوكار الارهابين في حجيرة والديابية ودارية وخان الشيح وبيتجن بريف دمشق وقضى على اعداد منهم عرف من بينهم الارهابي الليبي الطاهر الليبي ونضال السعدي ومحمد المشتولي وعبد المحشي ومحمد كربوج ومحمد رفاعي واحرز جيشنا الباسل تقدما كبيرا في ملاحقته المجموعة الارهابية المسلحة بحي باب هود واحكم سيطرته على عدد من الابنية في الحي واوقع جنودنا البواسل اعدادا من الارهابيين قتلى ومصابين كانوا يتحصنون داخل الابنية قربية جامع عبد الله بن مسعود ويستخدمونها اوكارا لتخزين اسلحتهم وذخيرتهم واستهداف المواطنين والاهالي وادمر جيشنا الباسل واكرا لمتزاعمي المجموعات الارهابية في حي البلدية ببلدة الحصن بريف تلكلخ واوقع من فيه مصابين وقتلى اشتركوا في القناة